بتعيين أخ غني صغير عطية الوكيل الثقافي لديوان وعميد كلية الإمام الكاظم واللي هو خريش كلية 2018 في حين انه كل التوجهات كون التعيينات اللي صار لهم سنوات كثيرة لم يتم تعيينهم زوجة غفار صغير عطية خريش كلية الإمام الكاظم أخذ زوجة أحد رجال الدين القريبين من رئيس الديوان بتعم غني صغير عطية بتعم غني صغير عطية بدون ذكر الأسماء طبعا بتخالط غني صغير عطية بتعم زوجة غني صغير عطية زوجة أخ غني صغير عطية وغيرها من صلة القرابة على أساس المحسوبية والمنسوبية لكثير من الوكلاء والمدرأ العامين والمستشارين في قوائم التعيين التي صدرت مؤخرا واليوم سلمت شكوة رسمية للسيد رئيس هيئة النزاهة والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية بهذا الخصوص وهذه نسخة إلى السيد رئيس مجلس مكافحة الفساد لكي تكون التصريحات والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ويتخذها البرلمان مطابقة للواقع ولأجل ذلك قمنا بتقديم شكوة إلى الجهات المختصة التي ذكرناها تتضمن معلومات عن خروقات وتلاعب في قوائم التعينات الأخيرة وكذا قيام رئيس ديوان الوقف الشيع بتعيين بعض الدرجات الخاصة دون الالتزام بالضوابط القانونية المقرة شكرا جزيلا